عاجل التفاصيل الكاملة عن مقترحات تعديل قانون الإيجار القديم وآخر تعديلات قانون الإيجار القديم مسودة من الحكومة وتدخل برلماني أهلا بكم أدعوكم للاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد ولا تنسى دعم المقطع بلايك مع نشرة إخبارية جديدة تضم أربع أخبار مهمة لجميع أصحاب الإيجارات القديمة الملاك والمستاجرين نبدأها بالعنوين ثم نلحقها بالتفاصيل عنوين الأخبار الخبر الأول عاجل التفاصيل الكاملة عن مقترحات تعديل قانون الإيجار القديم الخبر الثاني تعديلات قوانين الإيجار القديمة تحدد ثلاث حالات لإخلاء الوحدات المؤجرة الخبر الثالث قوانين الإيجار القديم وتعديلاتها في ندوة تنظمها الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي الخبر الرابع آخر تعديلات قانون الإيجار القديم مسودة من الحكومة وتدخل برلماني تفاصيل الأخبار الخبر الأول عاجل التفاصيل الكاملة عن مقترحات تعديل قانون الإيجار القديم تفاصيل الخبر يبحث الكثير من المواطنين عن مقترحات تعديل قانون الإيجار القديم وذلك بعد موافقة الحكومة على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن الموجرة والتي تكون للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني ومطالبتهم بإصدار قانون لحماية حقوقهم وتعويضا من الخفائر تم الانتهاء من إعداد مسودة أولى لتعديل القانون رقم 136 لسنة 81 من أجل تنظيم العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين على قانون الإيجار القديم ومنها تحديد زيادة تدريجية في قيمة الإيجار الشهري بنسبة 10% تستمر على مدار سبعة سنوات كما يتم مع الحد الأدنى للأجرى 200 جنيه شهرية للوحدات السكنية و300 جنيه للوحدات الإدارية وتحرير العقد الأصلي بعد مرور 50 سنة على بدء العلاقة الإيجارية الأصلية للعين المؤجرة والتي تكون منذ تاريخ استئجار الوحدة وتقييد حق توريس العلاقة الإيجارية بعد مرور هذا المدة ونصت أيضا تعديلات قانون الإيجار القديم بشأن إضافة حالات لإخلاء الوحدات المؤجرة وذلك في حالة غلقها لمدة تتجاوز تلس سنين لغير غرض الصفر وتشمل تلك الحالات أيضا من يمتلك شقة سكنية أو سيارة أو شركة أو يعلم أبناءه في مدارس أجنبية وتضمنت التعديلات في قوانين الإيجار القديمة أن يتم إنشاء صندوق لدعم المستأجرين الغير قادرين لفترة انتقالية تستمر حتى خمسة سنوات وتكون حصيلته من حصيلة الضريبة العقرية التي تترتب على الوحدة المخلاء ومن المفترض أن يتم تجديم تلك المقترحات إلى لجنة الإسكان في مجلس النواب أو إلى اللجانة المتخصصة لمناقشة تعديل قانون الإيجار القديم وعند الموفق عليها سيتم إرسالها إلى رئاسة الجمهورية للتصديق عليها ومن ثم نشرها في الجريدة الرسمية للتفعيل الخبر الثاني من موقع المصر اليوم وبعنوان قوانين الإيجار القديم وتعديلاتها في ندوة تنظمها الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي التفاصيل تعقد الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع يوم الأربعاء المقبل ندوة تحت علوان ورؤيا حول قوانين إيجار الأماكن وتعديلاتها لمناقشة العلاقة بين المالك والمساجر في ضوء قوانين الإيجار القديم واستعراض أراءه حول المقترحات الحكومية والبرلمانية المقدمة لمعالجتها حيث تعد من أبرز القضايا تعقيدا على مدار السنوات الماضية ويحاضر في الندوة للدكتور محمد عبد الظاهر حسين سكرتير عام الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي وأستاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة بن سويف وبحضور عدد من الخبراء والمتخصصين وعدد من مسؤول الجمعية ومن جانبه قال الدكتور محمد عبد الظاهر حسين إن قانون الإيجار القديم وما فرضه من علاقة أبدية بين المالك والمساجر لا تزال تداعياته مستمرة حتى الآن رغم المحاولات الحكومية لإعادة تنظيمها إلى أنها لم تلقى قبول أو لم تلقى قبول بين الطرفين كما أضاف عبد الظاهر مشكلة قانون الإيجار القديم تهم فئة كبيرة من المجتمع وهو ما جعل الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي تناقشها تماشيا مع دورها الأساسي في استعراض كافة القضايا التي تهم المجتمع وتناولها مع الخبراء المتخصصين للتواصل إلى أفضل المقترحات لحلها حيث يصل إجمال الوحدات التي تم استعجارها بموجب القانون القديم مليون وثمانمائة ألف وحدة بما يمثل 6% من إجمال حجم الوحدات المستعجرة مؤكدا على أهمية إيجاد حلول عادلة لتلك القضية بما لا يضر المستعجر من فجدان مسكنه أو لا يضع حق أو لا يضيع حق المالك في وحدته السكنية كما أشار عبد الظاهر إلى أن الحكومة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عملت جاهدة خلال الفترة الماضية على فتح القضايا الشائكة ووضع حلول جزرية لها من بينها قاضية قانون الإيجار القديم وبدأت في الفعل في بلورات العديد من المقترحات بالتعاون مع مجلس النواب والمجتمع المدني والتي سوف يكون لها دور هاما في التواصل إلى صياغة قانونية تستطيع أنها إنهاء تلك القضية بما لا يضر بحقوق ومصالح المستعجر والمالك معا وتعد الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي من أعرق وأقدم الجمعيات العلمية الغير حكومية التي أسسها المالك فؤاد الأول في أغسطس 1938 الخبر الثالث في النشرة تعديلات قانون الإيجار القديم تحدد ثلاث حالات لإخلاء الوحدات المؤجرة وحول تعديلات قانون الإيجار القديم قال المستشار أحمد نبيل المحامي بالنقط إن مشكلة الإيجار القديم مزمنة وتم مناقشتها أكثر من مرة في أوريقة مجلس الشعب فعبر أزمين مختلفة بداية من حكومة الدكتور أحمد نظيف وضاف نبيل في تصريحات لموقع الوطن إنه لابد من التفرقة بين ثلاثة إمور في قضية الإيجار القديم أولها الوحدات السكنية للأشخاص الطبيعية المقيمة بالفعل في الوحدة ووحدات مؤجرة ولكنها مغلقة والحالة الأخيرة هي الوحدات الغير سكنية للأشخاص الاعتبارية وهي الحالة التي خضعت للنقاش في الأيام الماضية وأوضح أن هناك العديد من الوحدات موجودة بالأماكن الحيوية ولا تزيل القيمة الإيجارية في تلك الوحدات عن 10 جنيه أو 20 جنيه أو 30 جنيه وعليكم ثلاث شروط للإخلاء في قوانين الإيجار القديم الشرط الأول تجديد زيادة تجريجية في قيمة الإيجار الشاري بالنسبة 10% تستمر على 7 سنوات وتحرير العقد الأصلي بعد مرور 50 سنة والثلاث شروط المخلاء كالتالي إخلاء الوحدة المؤجرة في حال غلقها لمدة تتجاوز 3 سنين مرور المدة نفسها على استخراق ترخيص بناء جديدة باسم المستاجر أو زوجته أو أولاد القصر ورقم ثلاثة استفادة المستاجر من الحصول على مسكن من برامج الإسكان الذي تقدمها الدولة بتمنى لو أعجبكم الفيديو تشتركوا في القناة واتفعالوا زر الجرس على الشيان يوصلكم كل جديد وما تنسوش تدعموا المقطع بلايك شكرا لكم على حسن المتابعة